وبعدين تشاء يشاء السميع العليم ان الدنيا تختلف تمام في الدورة التانية بعدها تاني سنة 2006 انا خدت قرار ان انا اروح لمنور جزيح تروح لمنور جزيح اروح تلو اجيتل للنادي بقى بس وخلي بالك انا تلامت كتير جدا من اللي هو عبد الرحية انك ليه تروح ل ليه انت مدرب في الدورة الممتاز وتروح لمدرب فطبعا كان ردي بالنسبالي ردي صريح قلتول انا سنة اولى الراجل ده يفرق عني يفرق عني خمسة وعشرين سنة خبر التدريب فاكر الصور دي طبعا يفرق عني خمسة وعشرين سنة تدريب عمر تاني عمر تاني اه طبعا يعني فكر اوروبي واحنا كنا زمان بنروح للدورات في المدرسة اوروبية قيش بيديو كل حاجة بالضبط وده الراجل موجود هنا كان الطب على افريقيا افضل مدرب على افريقيا عشر سنين الاهلي مكسر الدنيا مكسر الدنيا وعلى قمة القرى افريقية والمصرية الأمن والجزاء عامل حالة كبيرة جدا أنا حبيت أقرب من فكره يعني ليه الراجل ده بيحقق النتاج ده مع نادي الاهلي هل ممكن امكانات為什麼 من اي كلام باقي تلي عليه ههو الممكن امكانات نادي الاهلي هه اللي عامل الراجل ده وللراجل ده فيه هارموني بينه بينه بين النادي الاهلي وبين اللعبين جيل كبير جدا براقاط وبوتريكا والجومع يعني جيل ازاي تتسيطر عليها ازاي بفيه بينك وبين الاصطف بتاعك الهارموني تقدر تقود قرعة زي الناد الاهلي ماهلا تخلينا توقف في جزئية بسيطة هل المدرب ممكن يعمل لعيب ولا اللعيب اللي يعمل المدرب الاتنين فيه فرق بتعمل مدربين لما يكون كوالتي بتاعك كويس جدا وفيه مدرب يصنع لعبي يعني يساهم في تطوير اللعبين فيه الحالتين وفيه موجود على الساحة الرياضية كتير من النمازج اللي زي دي لكن انا حبيت اقرب عشان ارتقي من اللي هرتقي طريق العشرة من اللي هيستفاد طريق العشرة وبعدها اطبق الكلام ده على فرقتي انت بدأت الكلام مع جوزيز ازاي؟ عن طريق احمد ناجي احمد ناجي احمد ناجي كلمته وقالت له كابتن احمد انت طلبت من ناجي انا محتاج اعمل معيشة مع مستر مانو الجوزيز تأذنهلي وانا ما اتحركتش انا ما اتحركتش لان الفايدة عليا طبعا انا اللي هتعلم وعاوز اقول لك والله والله يا كابتن مستفى صادق صادق مستر مانو الجوزيز كان بيستقبلني على باب النادي اول مقابلة لك قالك ايه في اول مقابلة كان سعيد جدا جدا في مدرب مصر عاوز يتعلم كانو واخد فكرة وحشة على مدرب مصري ومش عاوز يتعلم والله العظيم وقال لي طالما انت عاوز تتعلم انا مش هبخل عليك بحاجة فكت اروح فيه ساعات انا كت اغيب على التدريبات لنظرا عشان مرتبط بالتدريب طبعا فكان يتصل بيه يسأل انت ما جدش ليه اقوله السبب فيقوله طب خلي بالك بكرة الصبح انا عندنا كذا 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 اروح رايح انا بكرة الصبح كتت اروح الصبح ويقعد على الدائرة المستديرة بتاعته ديت ويشرح هو التدريبات وهيعمله النهارده والبرنامج وابعارب كل حال الواحدة التدريبية لها وابا موجود مشروع يطلع ويشرح لي يطلع ويشرح لي يطلع ويشرح لي لدرجة انه هو لما حب يعمل حاجات رايبت للنادي الاهلي بس وانا منفطرة مدرب منافس جيس تأذيني قال لي بكرة بالجيش عشان انا اعمل حاجات خاف اه انت بس شوفت سبحان الله هل فيه التصالب بينك وين لو حد لقتي حاليا لا صراحة حاليا لا طبعا بفيه التصالب اه طبعا يعني من والجزء من الشخصيات اللي اثرت على تكوين فكرة الرئي العشرة اهاني لانه هو قال لي حاجة مهمة جدا اه قال لي انا ملاحظ فيك حاجتين مهمين جدا انك شغوف اه وعاوز تعلم وانك زاكي جدا اه والحاجتين دول مهمين جدا حيساعدوك كتير جدا في التدريب في التدريب حاجة التانية انا عاوزك تثقف نفسك وتاخد شهادات وده مهم جدا في التدريب في التدريب حاجة التالتة اللي هو لقى اللي انا يعني توقعته انا كنت رايح مش عشان اشوف بيمرن ازاي واخد تامرينات ما تامرينات كتير عن نت طبعا لكن انا رايح اكتسب عقلية المدير الفني عين المدير الفني ثقافة المدير الفني ازاي بيتعامل مع العمال ازاي بيتعامل مع الصف بتاعه ازاي بيتعامل مع الادارة إذا بتعامل مع الإعلام منظومة إمتى يشد إمتى يرخي اللعيبة دي بتهابه ولا كده بلغة القرارة ععدت كم يوم معاه ععدت حوالي 15 يوم 15 يوم إه 15 يوم إيه أهم سمة أنت لقتها في جزيه الراجل ده أولاً الناس بتهابه جداً لعبين ومحترم جداً وبتحبه وبتحبه يعني صعب جداً تلاقي طبعاً تلاقي معادلة دي معادلة دي يعني تهابه وتحبه ثم صارم جداً جوا الملحب بيدور على أدق التفاصيل في حاجات تبقى أنت بالنسبة لك كمدرب بتغيب عنك هو لأ هو ما بيبني الصغير بيبني كبير ما بيفبوتهش لدرجة الشنكارم بتاع التدريب لعيبة جايبه في إيدي حطاه بره وأول ما يخش فيه الوحدة التدريبية بتاعت الكرة كله رايح لابس الشنكارم شوف أدي إيه مفيش واحد الشراب مرفوع الإهمال الشراب مرفوع مفيش حد مفيش شرابه يقولك شراب صغير وشراب كبير أصلاً مش عارب وأنت بتطبق النظرات دي على لعبتك؟ حالياً بطبق وبطبقش عشان أخنب عشان أكون معاك صريح لأن اللعيبة يعني الحالين اختلفت شوية لما كنت بتكي تلعب قدام جوزي الأهلي بيلعب قدام طلاق جيشها وحرص الحدود ما أنا عاوز أكمل لك بقى أه تفضل يتشائز صدف بعد أنا ما خدت ويفت على حيلك بقى عشان أنا رايح أتعلم عرص السفاد أنا أتعلم عقلية أه وتفكير نعم وتخطيط هي دي الدور المدير الفني مش دور المدير الفني أن يؤسس تدريبات لا 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 إن إزاي أثر على عقلية اللاعبين وإزاي يستحوذ على قلوب اللاعبين فكان أول لقاء مع النادي الأهلي هو دور 16 في كاس مصر في عرص الحدود أه في اسكندرية كنت تبقى مركز أوي إنتا مع متشاح وإحنا كسبنا المتش ده ما أنا فاكر أه إحنا كسبنا المتش ده أه كسبنا واحد سفر بجونة أحمد عبدالغني ومش عاوز أقول لك مستر منو بعد المتش قابلك ها ها بعد المتش قال لك إيه لأول مرة يقوم من عدتك ما كنتش بيقوم عدتك يروح يسلم على المدربية ها والله لقيته جاي تلويس بقى تغلب على أستاذه حس اللي هو إن انت استفدت رؤيته ها رؤيته اللي هو كان يعني بناها فيا في محلها أنت كنت بتحبه هو بيحبك جد فالمهم جاي سالم عليه قال لي إيه قال لنا رايح كان هو خلاص النادي الأهلي خادل بوطولة الدوري وفاضل ماتشين سابه لو تفتكره لكابتن حسام البادر الماتشين دول اه أن يقودهم وهو سافر برطغال وقال لنا عاوز ألاقيك أنت اللي كسبان الكاس والسنان دي احنا خدنا كاس مصر يا خبرة بيحبا خدنا كاس مصر وفيحنا خدنا كاس مصر من امبي أو تفتكر بدربات الجزاء بتاعت كاميني اللي في الأك أيو 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 فاكر يعني اتحققت نبوته فيه وأنا كنت سعيد جدا جدا والحمد لله يعني ده أول يعني 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 اللي أنا روحته لقيته لقيته وطورت وطورت من فرقتي من فرقتي أنا فاكر بس أن أكمل لك لما قال له عبد الرحيم الله يرحمه مؤترض كمعه له وكمان صديقه فبيقول لي إزاي تروح إنها دي وده مدرب زي قلت له إزاي أفندم ده مدرب في خبرة خمسة وعشرين سنة وأنا رايح الفايدة هتقض عليه فاللي هو رد عليه قال له إيه قال له الراجل رايح له بمسادة هيرجعلك بمدفع لا لا فكرة برضو ما تسيبه ما تسيبه استفاد الفايدة هتقض وقد كان هو كفايا من أنت رايح النهر اللي هي تاخد الجنسية قد كان أنا استفدت فنيا والحمد لله تبنت شخصية وهويتر العشري لأنه طور كتير جدا في تفكيري ورؤيتي وثبت حاجات كتير جدا في يعني في أبكاري ومبادئ ثم ابتدينا احنا ابتديت اربعة اربعة اتنين وابتدت فريق طلاعي الجيش يتضحرج ويزبح من الفرقة المنافسة للأهل والزمالك لدرجة أنا كنت بتغلب من الأهل والزمالك تلتات واربعات جيت في الموسم بتاع من سبب 2007 لحد 2010 كان المحللين ما كانوش بتوقعوا نتيجة مباراة الأهل وحرص الحدود يعني انت توصل تبقى اكوال مع الأهل والزمالك والنتيجة بعد ما كان بكل التحليلات يقولك ايه اربعة سيفر تلاتة سيفر للنادي الأهلي موتش سهل للنادي الأهلي النهاردة مش عارف يتفوق على النادي الأهلي ثم تتحول لفرقة منافسة لبالك 2010 2011 قبل الحادث القليم اللي هو مباراة الأهلي والمصري حرص الحدود وصل للنظ كان متصدر الدوري وخلي بالك كنا بخمس نقاط فرق على النادي الأهلي وكان السنة دي بتقول ان احنا على الأقل حنواصل المنافسة على بطولة الدوري كان وصل للتوب بعد ما خدنا كمان كاس وصوبر في يعني 2007 2008 2009 دي بداية البطولات لنادي حرص الحدود 2011 بداية المنافسة على النفس الطويل اللي هي بطولة الدوري ترجمة نانسي قنقر